هنروح بقى لأخبارنا بالنسبة للشأن الإبتي في مصر وأيضا وجود قدسة البابا تغادرس في ألمانيا أول خبر معنا إن شاء الله الجمعة اللي جاية هيكون أربعين بشوي نسيم سمير ضحية حادث القطر وطبعا أنتوا فاكرين حضراتكم بشوي والكسة بتاعته اللي هي كانت هو وزميله لما كانوا نزلوا علشان يقطعوا تذاكرة علشان ما يدفعوش غرامة وبعدين كانوا مجموعة كبيرة وجيل حق القطر نزل تحت القطر ربنا يعزي كل أسرته طبعا والأسرة بتدعو الأهل والأصدقاء هيكون الأداس الإلهي للأربعين هيكون الساعة 8 يوم الجمعة 17-05-2019 بكنيسة الأنبسة رابامون في الأسكف والشهيد بديروت الشريف في أسيوت ربنا يعزي أسرته ويعزي كل أصدقاء خبر برضو مهم جدا كان الإعدام المحكمة قضت بإعدام شنقن لمهاجم كنيسة حلوان وإعدام أيضا كان واحد هربان والمؤبد والمشدد لستة آخرين حيث قضت محكمة جناية أمن الدولة العليا أمس الأحد بمعاقبة المتهم إبراهيم إسماعيل فاكرين إن وقعت كنيسة مريمينة بحلوان وكان في إعدام المحكمة والكل ده بالوقت الحكمة قتى بإعدام شنقن حتى الموت لإدانته بالهجوم على الكنيسة في ديسمبر عام 2017 وقتل تسعة من الأقباط وأمين شرطة وحيازة السلاح وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي وتولى قيادتها واعتناق الفكر التكفيري عقبت المحكمة أيضا متهم هارب اسمه عاد الإمام بالإعدام شنقن وكان فيه كمان معاقبة متهمين اتنين آخرين بالسجن المؤبد أربعة متهمين في نفس القضية بالسجن المشدد عشر سنوات ومتهمين اثنين بالحبس ثلاث سنوات وفيه براءة متهم واحد من الاتهامات المنسوبة إلي كما أدرجت جنايات القاهرة ثلاثة من المتهمين بأحداث ماري مينة على قوائم الإرهاب وهما إبراهيم إسماعيل المحكوم عليه بالإعدام عادل محمد إمام اللي هما هاربان ومحمد عكاشا محكوم عليه بالمؤبد فأدرجتهم جنايات القاهرة على قوائم الإرهاب رئيس محكمة الجنايات وهو قبل ما ينطق بالحكم قال طبعا أنه هذا الإرهابي اللي صورته برضو ممكن معاش نحطه تاني والشخص الإرهابي ده أنه الحقيقة هو يعني قال عليه أنه نفس بهذه الوحشية لم تترك للمحكمة طريقا للرحمة رئيس محكمة الجنايات قال بإسم الإسلام والمسيحية أقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على دور العبادة من مساجد وكنائس لما لها من قدسية فإن هدم الكنائس والعدوان علي حرام شرعا لما فيه من ذكر الله فلم نسمع على مر التاريخ خلال 15 عام عن هدم أو عدوان على مسجد أو كنيسة إلا على يد التار وتشير المحكمة أن هناك آية دي خفية تشعل نر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين تستخدم المرتزقة في العدوان على المساجد يعني أنا شايفة أن كلام الحقيقة يعني كلام رئيس المحكمة ده المفروض أنه ياخدوه كده عشان يعاقب كل اللي بيعتدوا وبيفلوا وبيتسببوا في قلق الكنائس بتايقلي يعني ده المفروض يعني المهم أنه وقال لك أنه يعني حانة بحي رئيس المحكمة ابنه وبيقول كده أنه المرتزقة دي اللي بيستخدموهم في العدوان عن مساجد والكنائس مثلما يفعل تنظيم داعش الإرهابي من هدم وحرق وانتهاك للأعراض ومثلما تفعله الطيارات المتشددة وهو أبعد ما يكون عن مبادئ الرحمة السموية وأشار المستشار الشربيني لأن جريمة القتل ما سبق الإصرار والترسد يعني بينة بالنسبة لهذا المتهم وأنه هو ترك نفسه للشيطان اللي بيرتدي سوب الوعز بعد أن خطط وتوجه لتنفيذ جريمته قتل سائق بسكين حتى فاضت روحه وبعد كده توجه المحل العجيبي قتل الشقيقين وبعدين شرع في قتل من حاوله إنقاذهما وتوجه للكنيسة وفي طريق قابل سيدة وما أن تبين حقيقاتها أطلق النار عليها وتركها غريكة في دماغها وصل الكنيسة وشاف سيدتين عند جانب الكنيسة أطلق النار عليهم أردقهما قتيلتين وبعدين راح لحارس الكنيسة أطلق عليها النار أيضا وأطلق النار على سحب محل أمام الكنيسة فقتله أيضا قال عنه الشربين الحين نفسا بهذه الوحشية والقصوة لم تترك إلى المحكمة طريقا للرحمة ولكنها تركت طريقا للقصاص فقط والغريب يا جماعة والمريب إن احنا نشوفه بيحتفل بحكم اعدامه وبالأحضان مع المتهمين اللي معاه في القفص يعني اتفضلوا يعني علت الابتسامة بصوا الحضن علت الابتسامة وجه الإرهابي إبراهيم سماعيل بعد صدور حكم بأعدامه واحتضن الإرهابي باقي المتهمين المحكم عليهم معه في القفص وربط على كتف متهم كان يبكي يعني الراجل فرحان بحكم الإعدام نصرة بقى وده الفكر الغريب اللي ربنا يرحمنا منه يا رب نأتي إلى أيضا بالنسبة طبعا للأحكام دي مصدر قضائي قال إن دي أحكام نهائية وباتة بمجرد تصديق الحاكم العسكري عليها ولا يحق للمتهمين النقد على الأحكام والاعتداء على فتاة أمام كنيسة بمحرم بيك لعدم ارتداءها الحجاب ودي برضو من الحاجات اللي احنا الحياة يعني شفناها كانت برضو المهمة يعني غريبة جدا الفتاة مش مسيحية أساسا ولكن للأسف الشديد اعتدى عليها هذا الشخص اللي كان هو مسلم وهي فتاة مسلمة بس هي مش لابسة حجاب فاعتدى عليها وده لما مسكوه وضربها في عينها وحاجبها تفتح والناس مسكوه وربطوه وطبعا لما سألوه قال عشان مش محجبة وكان عامل نفسه مختل عقليا يعني فدي حاجة برضو غريبة يعني فاعتقد انه الموضوع ده كان عجيب جدا زي ما بقول لكم وفي الاخر هما مسكوه والامر ده كان فيه برضو سخرية كان فيه يعني واحد برضو كان يعني حاجة عجيبة جدا يعني محمد رمضان يعمل دور أب وابن مش فاهمة ايه فكرة انه يعني واحد اسمه أحمد يقولك ده عمل دور الأب والابن والمرة الجاية يعمل دور الروح القدس اعتقد ان دي ما فيهاش هزار يعني والحاجات دي يجب ان تؤخذ بمحمل جاد يعني وانه ده اعتقد ده اصدراء يعني ولا ايه الحاجة التانية انه خبر كويس مطرانية مطاي الحمد لله الشغل على قدم الوساق ويعني كانت برضو الفترة اللي فاتت اللي تعرضت لحريك ومن وقتها وبدأ طبعا الاساس وانه ان شاء الله يعني الشغل يخلص بسرعة باذن الله الانبا انجيلوس بيتابع عمال التعمير برضو بكنيسة ارض رائف شهدين ابو سيفين ودميانا بارد رائف بشبرة وكان برضو يا جماعة يعني فيه حاجات غريبة بتحصل برضو كتير على الموقع التواصل فأسكف بنسويف بيقول انه نفع الحبر الجليل الانبا غبريال أسكف بنسويف خلال اجابته على احد الاسئلة مطرانية السيدة العزراء ما يشاع عن وجود خلاف بين قدسة البابا توادرس ونيافة الانبا ارمية بشأن وحدة الكنيس وقال ان الكلام ده ملوش اساس مستحى هو على فكرة البابا في المانيا كان فتح الموضوع للأسئلة وكان بيرد يعني بقلب منفتح جدا وكانت حاجات كتيرة برضو عن وحدة الكنيس وامور تانية فيعني دل هنتوقف عنده بعد قليل قبل سفره للمانيا قدسة البابا كان استقبل نيافة الانبا أولوجيوس وهو أسكوف ورئيس دير القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج وكان في إطار تهنئة الأسقفة والرغبان للبابا بعيد القيامة